أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بمفور الصحة والعافية وخروجه من المستشفى في أقرب وقت وأكد الكاظمي أنه متفائل بمستقبل العلاقات بين البلدين كما أكد على أهمية تلك العلاقات قائلا في تغريدة على تويتر علاقات العراق والسعودية راسخة وترتكز على الإيمان بالمصارح الاستراتيجية المشتركة ومتفائل بمستقبلها وأضاف تطلع إلى خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بكامل الصحة والعافية في أقرب وقت كي تتسنى لزيارة المملكة والإطمئنان عليه شخصيا